اشتركوا في القناة شهدت جبهات القتال في اليمن اليوم الأربعاء تصاعداً مضطرداً للمواجهات وذلك بالتزام مع ترقب عودة التصعيد العسكري بين صنعاء والرياض إلى صدارة المشهد وبرزت جبهة الحدود اليمنية السعودية على رأس الجبهات المشتعلة خلال الساعات الأخيرة وعفادت مصاجر طبية بصقود شهدين وعدداً من المصابين جراء قصف سعودي لقرى حدودية بمديرية منبه وتأتي هذه التدورات بالتوازي مع تسجيل مواجهات في جبهات شبوة ومأرب وتعز والساحل الغربي والضالع وتزامن هذه التدورات مع استمرار التهديدات اليمنية يشير إلى محاولة السعودية الضغط داخلياً لمنع هجوم مرتقب على منشآتها الاستراتيجية سبق وأن وعدت به صنعاء لمواجهة التصعيد الاقتصادي في عدن كما تعكس حجم المخاوف السعودية من احتمال قرار اليمن السير بتنفيذ تهديداته ضدها أشكركم على حسن امتابعتي والإصغاء ولا تنسوا العجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة